أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة يونس مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أننا ومقدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مردعكم جميعا بعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليد ذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصر والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اخدلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم أن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير نقذ يليهم أدلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ذره مرك أن لم يدعنا إلى ذر مسه كذلك ذجنا للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبجينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم دعناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فإذا أطلع عليهم آياتنا بجينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلج إني يخاف ناصيد ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تاقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يزرهم لا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبيون الله قل تنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشيقون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ذرى أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله واسرع مكرى إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيدكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طجبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاسف وجاءهم الموج جاءتها ريح عاسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعبوا الله مخلصين له الدين لئن أنديتنا من هذه لنكونن من الشاكنين فلما أنجعهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أجوى الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماع فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها أن قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فنعلها حصيدا كأن لم تغن من أمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السجيات جزاء سجية بمثلها وترهقهم ظلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين شركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزجلنا بينهم قال شركاؤهم ما كنتم إجيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبنوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصغر ومن يخرج الحج من المجد ويخرج المجد من الحج ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقا كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أهق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فما يتبع أكثرهم إلا ظن إن ظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يده وتفسر الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودوما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأفيره كذلك كذب الذين من قبلهم فاندرك فكان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين وإن كذبك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريء مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمعون ثم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهد العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين فإما نري أنك بعض الذين عدوا أو نتوفي أنك فيلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل يمة الرسول فإذا جاء رسولهم قذي بينهم بالقصة وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل لا أمن كن لنفسي ضرع ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتنون هارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين غلموا ذوقوا عذاب الخلد هل ترزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبيونك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفتدت به وأسروا الندامة لما رأبوا العذاب وقذي بينهم بالقصة وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن معد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أجوى الناس قد جاتكم موئة من ربكم شفاء لما في الصدور مودا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فدعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم ما على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فما تكون في جأن وما تثلو منه من قرآن ولا تأملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه فما يعزبها ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماع ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوفنا لهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوض العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يتبعون من وما يتبع الذين دون من دون الله شركا يتبعون إلا ظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جار لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار بصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنج له ما في السماوات وما في الأرض إن إنكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واطلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم مشركاكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقذوا إليك ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أدر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنديناه ومن معه في الفلك ودعا لهم خلائف فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانذرق فكان عاقبة المندرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبجنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتمع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للهق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عالم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرجة من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسلفين فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبقى لقومكما بمصر بيوتا ودعلوا بيوتكم قبلة واقيم صلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك أعتيد فرعون وملأه زينة وعموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم مشجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرموا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت وأنه لا إله إلا الذي حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت وأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عسيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدانك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبفأ صدق ورزقناهم من الطجيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين قد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات حتى ياربوا العذاب الأليم فلولا كان القرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الردس على الذين لا ياقلون قل انذروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر أن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر أن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أجهام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نرجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أجه الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا قمدهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشرقين ولا تدو من دون الله ما لا ينفعك ولا يذرك فإن فألت فإنك عذا من الظالمين وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أجه الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدين لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم ببكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم